نذهب لراكلة الجزاء ونرى راكلة الجزاء مع حسام حاسم نجح في الأفل الكرة وعمل سمح 은عودها سمح 2019��über سمحنا فهمها Guardians him with his name نمشي كمان سنة نمشي كمان سنة ماشى 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 البنة هنا بيعملها وقف 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 هو بيشاور إنه مافيش مخالفة ماينفعش ماينفعش يا كابتن بنة واتا معدكش تفاصيل اللعبة وتقول مفيش مخالفة بإيدك خلي بالك فبلاش إشارة الإيد لأن انت لنهاردة لنهاردة لما رجحت للفار حسبت المخالفه ركلا جسي بلاش دي مفيش مافيش مافيش انت بتأكد لنا إن مفيش مخالف لأ كان في مخالف يعني يقول مثلا إلعب بس بلاش ذي بلاش إيدي شايف ومفيش لا دي بلاش يبنى أنت حكم متميزة لكن دي أنا أقول لك عشان تطور من أدائك هو هنا قال مفيش لكن فيه فيه لطشة من الرجل الشمال من لعب نادي المصري يلا خلينا نروح نشوف الفار هنا لما جاب الكابتن بنا نشوف هنا حصاب حسن بينجح في لعب الكرة خلاص ومقدي وهنا ده الخطأ بإهمال شوف بس طب هنا رجل برجله الشمال مش علاقة أنا بقى أنت بتجري أو أنت بتلعب أو أنت أنا شايف هنا فيه ركل بالرجل بالقدم الشمال من لعب نادي كريم العراقي فيه رجل حسن حسن وبتالي ركل الجزاء الصحيحة ما فهم كان ممكن كمان تدي إنذار لكريم العراقي دي ممكن دي كانت آخر حالة معنا ولكن بنقول بشكل عام كابتن بلال ابقنا النهاردة وطاقهم التحكيم أدوا مباراة كبيرة نجحوا في اختبارات كثيرة جدا جدا كابتن الاختبارات المهمة أخطأهم تكاد تكون إدارية وليست فنية إدارية بمعنى الجهاز الفني لما دخل كان يجب على الأقل إشهار البطاقة نتمنى التحكيم المصري يكون كويس من خلال قناة دي قالي إحنا مع حكام مع حكامنا كابتن آيمن ومع أي حد يطور التحكيم مش مع حد في رئيس لجنة جديد كده كابتن وفي رئيس لجنة جديد يعني كلايتن بيرج الرجل النهاردة يعني حط إيديه على المشاكل تمام نتمنى الناس يساعده خلاص هو أمر واقع خلاص ما حد يش هيقدر يقول لا صحيح أمر واقع خلوا الرجل يشتغل أن يساعده إحنا هنا من خلال قناة دي أهلي بنقول اشتغل وإحنا الحكام فيه حكام عندها قدرة نية كود ولكن الناحية نفسية بس كابتن عادل ترجع لهم بتوفير التحكيم المصري وبتوفير للخبير الأجنبي في الفترة القادمة شكرا جزينا كابتن نصر أن تعطيناك العادة شكرا جزينا شكرا جزينا